السودان في خطر ليه معنيين بالسودان لا ده احنا لازم نبقى معنيين بالسودان ومعنيين قوي كمان لان انت تمدي ايدك كده جار من الجيران المباشرة لنا في مصر وزي ما قلت لحضراتكو قبل كده انه اي خطر في المربع بتاع حدودك هو لقدر الله خطر غير مباشر عليك بيكلفك من ضمن الاخطار ان فطورة التأمين بتاعتك لبلادك بتتكلف اكتر خليني ارحب الاساس احمد امبابي المتخصص في الشائن السودان اهلا بيك اساس احمد اهلا بحرجة سيد عزة انا بتشرف انما حضرتك ومشكرك لتخصص مساحة لمناقشة ملف في السودان وازمة السودان وزي ما حرجت فضلتي ليه ارتباطها بشكل مباشر بالمصالح المصرية والامن لقوم المصري ده صحيح ده صحيح احمد احكي ليه هو ايه الوضع في السودان وايه المصير ومين اللي ليه مصلحة في انه السودان يبقى على الوضع اللي هو في ده طبعا دي نقطة مهمة جدا للتعاطي او لتشخيص الحالة في السودان احنا للأسف امام ازمة شديدة تعقيد داخل السودان ليست يمكن هو مشهد الحرب الممتد على مدى 16 شهر هو يمكن هو المشهد الاخير او المشهد الابرز لكن من قبل 16 شهر كانت السودان اصلا غير مستقر ده من قبل 16 شهر بالضبط منذ خليل نرجع بالتاريخ نقطة بسيطة كده من ابريل او مع صورة ديسمبر في السودان والاطاحة بالنظام عمر البيشير في ابريل 2019 منذ هذا التاريخ حتى ابريل 2023 او منتصف ابريل 2023 اللي اندلع فيها الحرب الداخلية في السودان كانت هناك حالة انقسام شديدة داخل النخبة السياسية والمجتمعية في السودان ما بين منكونين اين بداية الخطر في اي دولة Passion بالضبط كانت FD وللأسف وده ده ده هيوصلنا لنهاية مهمة جدا البداية دي فillary ان بداية الازمة كانت حالة الانقسام الشديدة داخل النخبة السياسية والنخبة المجتمعية في السودان ما بين مكونين السياي المكون العسكري وما بين المكون المدني والمكون المدني كان يجمع مجموعة من الاطياف السياسية والكتل السياسية منها المدنية ومنها النقبات وهتم منها الاحزاب التقليدية مثل الحزب الاتحادي وحزب الامة وحزب الشيوعي هذه الكتل كانت توافقت أو كانت هناك حالة توافق مؤقت نظمتها الوثيقة الدستورية التي خرجت في أكتوبر 2019 ثم اتفاق السلام في أبو جي في 2020 أكتوبر 2020 ولكن لم تمتد هذه الفترة بسبب حالة الاستقطاب الشديدة ما بين هذه الكتل أو حالة الانكسام السياسي ازدادت الأمور في أكتوبر 2021 ما بين هذه الكتل وتفتتت يعني حتى الكتل المدنية أو قوة التجمع تفتتت أكثر من كيان أنا عايز أسكر حضرتك أن المكون المدني وهي قوة الحرية والتغيير انقسم حاليا لأكتر من 300 كيان يا خبر بيد فده يعكس حالة الاستقطاب الحزب الواحد انقسم لأكتر من خمس أحزاب الحركة الوحدة الحركة المقاومة الوحدة انقسمت لأكتر من حركة فبالتالي حالة التفتيت دي أكتر فاتورة ازداد الشعب السوداني التفتيت أكتر فاتورة يتفح السودان حاليا ليست الحرب فقط ولكن حالة الكتل التفتيت والمكسام الداخل الحرب ما الذي بس دي فاتورته غالي ما هقول لحضرتك والوحيدة الدولة الوحيدة المنتبهة لهذا الخطر هي الدولة المصرية وهقولك بالدليل بالدليل دلوقتي كانت قبل ان اشتعال الحرب في إبريل من العام الماضي كانت هناك ما يسمى الاتفاق الإطاري ما بين الكوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر 22 هذا المكون استبعت بعض الكوى السياسية وبالتالي كانت الدعوة المصرية في فبراير 2023 بأول حاجة هو انعقاد مؤتمر الكوى السياسية في القاهرة في فبراير 2023 من أجل أن يكون هناك حل سياسي جامع لكل السودانيين وهذه نقطة مهمة جدا أو محدد مهم من محددات التعاطي المصري مع الأزمة السودانية ثم مع زيادة حالة الانقسام والاستقطاب الداخلي اندلعت الحرب ما بين المكونان العسكري اللي هو الجيش السوداني وكوات الدعم السريع في إبريل 2023 وعلى مدى 16 شهر تمتد هذه الحرب وأكثر ما في هذا الحرب حاليا نحن نتحدث في اللحظة الحالية في الحرب السودانية هي أولا اتساع رقعة الصراع لداخل في ولايات عديدة في السودان داخل السودان هو 18 ولاية داخل السودان الحرب تمتد حاليا إلى 12 ولاية حوالي أكثر من 70% من مساحة السودان هي مساحة للعمليات العسكرية يا خبر الأمر الآخر هو التطور في التسليح وده نقطة مهمة يجد أن أتوقف أمامها أن هناك استخدام أدوات تسليح أو في العمليات العسكرية متطورة مثال استخدام المسيرات في هذه الحرب وكان أخيرها مشهد استهداف احتفال عسكري للأسبوع الماضي كان يشارك فيه قائد الجيش الفريع عبد الفتاح البرهان بمسيرات هذه المسيرات لم تكن موجودة في بداية الصراع وبداية الحرب وبالتالي دي من المشاهد المهمة جدا أو المشاهد التي أنا في تقديري أن هي بتعقد الحل وبيزداد خطورة كده للوضع بالضبط كده ده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا يعني امتداد المساحة الرقعة الأكتر من 70% من مساحة السودان استمرار التطور في التسليح تطور التسليح نفس تطور التسليح استمرار المواجهات العسكرية ده بيعكس ثلاث نقاط مهمة في تقدير نقطة الأول أن كلا الطرفين يتمسكان بخيار الحسم العسكري خيار الحسم العسكري والدليل أن الأطراف المتحربة حتى الآن لم تتعطى مع أي مبادرة سياسية سياسية الحل السياسي والتفاوض حتى الآن ومن هنا استبعاد الحل العسكري وده قالوا الجيش صراحة حتى بعد استهداف في البرهان المبارح أنه لا تفاوضة قبل مجمع من الشروط هو أولها أن تخلي الدعم السريع المنازل المدنيين والهيئات الحكومية التي تستول عليها وأن يكون هناك محاسبة لمن تسبب في هذا الضمار النقطة الثانية وده دي الأهم الفاتورة الكبيرة بتاعة الحرب فاتورة الحرب يجب أن نتوقف أمام أرقام أنا في تقديري هي أزمة إنسانية تصنف الأكبر في العالم في هذا التوقيت وأرقام مفزعة بمعنى بالوعنا الواضح الأكثر من سبب أول حاجة أنه ده آخر تحديث لحتى المنظمة الصحة العالمية لسه إلا من يومين أنه نحن أمام حالة نزوح هي الأكبر في العالم في هذا التوقيت أكثر من 13 مليون سوداني نزحوا بسبب هذه الحرب 13 مليون سوداني نزحوا سابوا السودان لا لا 13 مليون سوداني نزحوا بسبب هذه الحرب منهم 11 مليون لمناطق داخل السودان آه تمام 12 ونص مليون لدول الجوار نصفهم لمصر يعني أكثر دولة استقبالت نزحين من هذه الحرب هي الدولة المصرية بس كمان لما بتكلم في النزوح الداخلي من أماكن لأماكن ده في حد زيته عدم استقرار عدم استقرار آه ضحية بسبب هذه الحرب حتناني وده على ما تستفهم برضو ليه ما فيش حصائية لأنه ما فيش قدرة للحصر نعم لا توجد قدرة للحصر حتناني ولكن آه أغلب هناك وفيات كثيرة جدا تحدث بسبب حالات النزوح الغير آمن حسد حالات النزوح الغير آمنة ده لرسود أو يعني حواجز مائية داخل السودان وهذا يؤدي إلى برق نزوح داخلي لكنه خطر خطر بالضبط اي اي الرقم الثاني المهم وده كان حتى من يومين لسه تقدير من الجامعة العربية في مناقشة الأزمة الزراعة نعم أن السودان يمتلك رقع زراعية حوالي 40 مليون فدان يعني ده رقم كبير جدا يمكن استثماره بسبب الحرب انخفضت القدرة الزراعية لدى السودان من 40 مليون فدان إلى 14 مليون فدان يعني 65% من الروقة الزراعية في السودان خرجت خارج الخدمة بسبب وده تقدير من الجامعة العربية ده رقم كبير وخير السودان بقى المين بساطة السودان دي بلد كلها خير فيه خيرات كتير قوي بس في النهاية مع الوضع الحالي خيرات السودان مش للسودانيين مين اللي ليه مصلحة مين اللي ليه مصلحة في أن الوضع في السودان إن مزددش سوءا يظل كما هو بعد الفاصل هعرف رأيي الأستاذ أحمد مبابي